السلام عليكم متتبعين ومتتبعات مطبخ خديجة الفقيقية كانت منى تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيت باش نقطار حاليكم عشان خفيف والديد وصحي وفي نفس الوقت متكامل وفي المتناوي الجامع ولكن قبل ما نبدو كانت منى منكم ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش وصلكم كل جديد اذا نبدو على بركتي لها في هاد البول عندي جاج مقطع المربعات اضفت عليه الزعتر لخرقهم الملحة سكين جبير حامض مصير نخلطهم زيان ومن بعد نديرهم في التلاجة باش يترقدوا بالموجة الصلاة المرافق كناخد طنجرة كندير فيها الماء وكنكون قطعة البروكولي على شكل زهرات صغار ونديرهم في هاد الماء الماء يكون بارد نديرهم في عفية متوسطة ونخليهم يغلوا واحد المدة قصيرة ناخد الدجاج ديالي كنديروا في القطبان ديالخشب الكمية اللي غادي تديرها في كل واحد طبعاً كيعتمد على عدد أفراد عائلتك هاد الاقتراح ممكن تديرو في الغداء ولا في العشاء انا درتو في العشاء حيث دي متى الفلية ولكن ممكن تستعمليه حتى في الغداء خصوصاً في هاد الصيف الأغلبية مكيبغيش طواجن كيبغيو الناس غير اوكلات خفيفة كنستمر بحالهاكا حتى نكمل الكمية اللي عندي ودابا كناخد آلة البانيني اللي نفعاني في بزاف ديالاشياء وغادي نشوي فيها هاد القطبان إلخفتي على الآلة ديالك فرشيليها ورق الطبخ باش متوسخشليك انا ما كانش متوفر عندي ادك شي عليش غادي نديرها مباشرة ومن بعد نكمل ندير فيها شوية ديال الماء وهي باقة سخونة باش ما يلسقش فيها فيها لدعم كندهنها بشوية ديال زيت زيتون ونسد عليها نرجع لابا البروكولي ديالنا من بعد ما طفيت عليه هدرتو في الماء بارد باش ما يكحلش عندما كما كتلاحطوا باقي محافظ على الخطورية ديالو ازتليه بصلى مقطعة طويل ومطاشتها هي مقطعة طويل ودفتليهم زيت العود والخل والملح وده بنخلط باش ندامجوا العناصر مزيان صراحة هاد الفرشيطة ما خلتنيش نختم مزيان غادي نعاون بغي بيدي شوية من نساها هاد المعدنوس كي اعطيها واحد اللون زوين وكذلك مدق رائعه وهذا هو الشكل ديال القطبان ديالي من بعد ما تحمروا وكننرفقهم بصلطة ديال البروكولي اللي صوبناها جميع نعاود نذكركم إلا كيعجبكم المحتوى ديال القناة ديالي كنتمنى ديروا أبوني وتفعلوا الجرس بشي وصلكم كل جديد وشكرا شكرا شكرا شكرا